السلام عليكم على احلى مطابعين في الدنيا عاملين ايه يا جماعة ايه الاخبار وحشتوني جدا 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 من الفيديوهات اللي فاتت طبعا وحشتنا القعدة دي وفيديوهات النقد وحشاكوا نعرفوا والله انا مقدرة الظروف بس انا كنت متعمدة لفترة اللي فاتت ابعد شوي عن فيديوهات النقد ليه هقول لكم الهدف لان يعني اجهزة التجسس اللي عندي الشرشيح الايام دي كانت عطلانة فحبيت اوريكم كسبوهم عامل ازاي مش هما كانوا بيعرفوا برضو دبت النملة مش هما كانوا متابعين النفس اللي بتتنفزه مختربة وعارفينه اكتر منها فين يا جماعة اداءكم مش عجبني هي الاجهزة عطلت ولا حاجة اليومين دول الاجهزة انا حاسة نام ريحة او فيه ايه ليه كده طبعا هما كانوا هيتجننوا الفترة اللي فاتت واطلع اتكلم هما جالهم تباول لا اراضي اول ما عرفوا انها في السعودية فيعني متجننين طب راباب ساكتة طب ايه احنا هنفضل كده قعدين حتى ينكشوا في قرعتهم ويطلعوا كل يوم حتى الفيديوهات اللي انا بعملها ملاش علاقة بالنقد يمسكوهم ويقعدوا يتكلموا عليها وانا طبعا قعدة بضحك ليه هما عايزين يوصلوا اي معلومة هيتشلوا هجي لهم طباول لا اراضي مش عارفين اللي هو فينا جماعة الناس اللي قالت انها اول مطروح السعودية تاني يوم هيكونوا غراها اللي هو فينا جماعة عم عضنضم الجبار اللي قالوا ان احنا عاملين لها اواضي واول مطروح المطار هتتمسك من افاها وعملين ونسويين والحديد التانى الكلام ده فينا جماعة ما شفتش حاجة يعني سبحانك يا رب انتو فينا جدعان انتو ايه بق بس يعني طلعتوا بسامعة الفاضي طيب اللهم لك الحمد للمرة المليار بس بتكذبوكوا قصاد الناس ثبتت انكم ما تعرفوش حاجة عن الست دي ولا في معلومة صدق بالجبار عنها ولا في حقيقة تعرفوها عنها كله كان كذب واختراعات من دماغتكم فانكوش زي ما بيقولوا صح ولا انا غلطانا فين المعلومات دلوقتي فين الحقيق اللي من عقر درها من مضخة اللي كنتوا بتجبوها راح فين الكلام ده سبحانك يا رب بقانتو بكل يعني اجهزة التجسس اللي عندكم مش قادرين تحددوا مكان مختربة في فرنسا فين ما انتوش عارفين دلوقتي مكانها فين الله سبحانك يا رب ده انتو كنتوا عايشين حياتها مكانها انتو نسيتو يا جماعة طب يا رباب انت ليه انت ليه سايباهم في الحالة اللي يرسلها ديا وما بقيتش حتى ترد على التفاقات اللي بيقولوها لان باختصار الشرشيح انتهو يا جماعة اعداء مدام هناء اندفنوا تحت الارض وبلا رجعة هتولي حد في يوم دلوقتي ليه لازمة هتولي حد في يوم دلوقتي الناس بتسدوه في اي حرف هتولي حد في يوم دلوقتي حد يسمع عنه في طبق اليوم انتهوا وبلا رجعة اندفنوا تحت الارض كزا ما بيقولو طيب مش كانوا كل يوم يطلعوا للكو ايه الحقيقة عندنا ايه الحصريات عندنا احنا عارفين دي عملت كزا وسوتك ايه الحقيقة عندنا وكلو كز فينكو يا جماعة دلوقتي ما طلعتوش تقولونا يعني مختاربة في فرنسا فين لانتو طلعتوا تنكشوا شعركوا اول ما عارفتوا ان هي في السعودية وانتو مش انتو اللي جايبين الخبر احنا اللي جايبينه فين يا جماعة مش المفروض تطلعوا كانت تثبتونا انكو يعني جايبين الديب من ديلو زي ما بيقولو انا اللي عجبني اكسم بالله ان انا دحكت عليكم وخلق الى كلهم والمعارضين اللي قبل المؤيدين اعترفوا ان انا جننتوكو متخيلين يعني القطيع اللي عندكو التلاتة اربعة اللي كانوا مصدقينكو اعترفوا بلسانهم ان انا جننتوكو فاللهم لك الحمد انا لما بضرب بضرب ضربة معلم وسكاتي بقى بيرعبهم اكتر من كلامي متخيلين يعني حتى وانا سكتة وبعمل محتوى تاني هما متجننين مني دي بتدبر لنا ايه يا طرى دي بتدرقت على ايه اللهم لك الحمد يعني الهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى مش من اي حاجة تانية ايه المهم يا جماعة نكمل كلامنا طب يا رباب احنا دلوقتي متابعين مدام هناء احنا كده اللي تايين في النص انت ملبسانا في الحيط رايحين جايين احنا عايزين نتطمن عايزين نفهم اي حاجة هي فين دلوقتي هي مكانها فين دلوقتي انت طلعت و قلت لنا ان ايه في السعودية طلعت الاول هزرتي و مش عارف ايه و قلت لا يا جماعة ما هيش هناء وبعدين طلعت اكدت ان ايه في السعودية وبعدين احنا كمتابعين دلوقتي تايين في النص هي راحت فين راحت مراحتش مكانها فين دلوقتي احب اقول لكم يعني هقول لكم الموضوع بالمختصر المفيد كده عشان اريح هي راحت السعودية و الفيديوهات اللي كانت بتنزل لكم دي متصورة قديمة قديمة طب ايه يا رباب الحكمة في الغموض اللي انتو عاملينه ده كل ده ما فيمتوش مش معاولة كنت تسألوني سؤال زي ده لا يمكن انا اثبتلكوا ان الشرشيح ما عندهم شو ولا حقيقة واحدة عن الست دي اثبتلكوا ان الشرشيح كذبين انهم ما يعرفوش عنها حاجة ولا يعرفوا حاجة عن حياتها ولا عن تحركاتها وان كل الكلام اللي بيقولوه كذب في كذب في تبلي في افترة ففي ايه تانا اكتر من كده يتسبتلكوا يعني اظن درس عمل اهو درس عمل تلعو قالوا لكم ايه دي لو راحت السعودية تاني يوم هنكون وراها ده احنا عاملين لها اواضي دي لو بنت راجل تروحه وتورينا هتاخد حقها ازاي وهتعمل ايه طيب مدام هنق راحت السعودية وقعدت اكتر من اسبوع والفيديوهات اللي كانت نازلها لكم الفترة اللي فاتت كلها متسجلة قديم طيب راحت السعودية عملت ايه رباب هناك هل يطرى عملت اواضي الناس هل يطرى اخدت حقها قانوني وكان معاها تنم محامين هناك عملت ايه في السعودية انا هسيب السؤال ده هي اللي تجاوبوا عليكم يعني هي اللي ترد عليكم ايه دي حاجة ترجع لها وزي ما قلتلكم الحاجة اللي انا اعرفها ما هياش معروضة قصدنا على العام انا مش هقولها انا مش هقولها انا ما بتكلمش غير في اللي معروضة على العام غير كده ما يخصنيش لكن بطمنكم انها اخدت حقها تلت وامتلت وهي تطلع بقى تبقى تحكلكم تنزلكم بقى فيديوهات السعودية ما تنزلش تنزل صور ما تنزلش انا قلتلكم انها راحت ورجعت سالمة اامنة غانمة سالمة اامنة غانمة خلاص وطبعا تلعو الشرشيح كذبين كالعادة ولا عملوا اواضي ولا تحركوا من اماكنهم ولا عرفوا يمنعوا من دخول السعودية ولا عرفوا يعملوا اي حاجة خالص لسه قاعدين على المساطق بيردحوا بل بالعكس ده في ناس منهم كانت خايفة تطلع تتكلم لانهم عارفين ومتأكدين انها في السعودية دلوقتي فقالولك هنتجمن افانا فكتموا خالص اللهم لك الحمد ورونا بقى الهمة كده عايزين نشوف اي كرامة ليكم ما علينا طيب مكانها دلوقتي فين يا رباب مكانها حاليا حاليا مش في السعودية خلاص هي رجعت من السعودية عودة مختربة في فرنسا طيب يا رباب دي قالت انها مسافرة مكان تاني في مكان تاني هي مسافرة لكن فين الله اعلم انا مفتيش في حاجة انا ما عرفهاش انا سألتها اه في ناس كتير حاولوا يسألوها ونعرف منها عشان نتطمن عليها مش عشان يزيع الخبر لان انتو عارفين ان انا مبتكلمش في حاجة هي مطلعيتش قالتها على العام حلو هي حبت تخليها ان كلنا مفاجأة محدش عارف هي رايحة فين بقى تمام محدش عارف السفرية اللي جاية دي فين بالضبط طيب هي نوهت عن كذا مفاجأة هتحصل المفاجأات دي انا ممكن اقولكو عليها من توقعاتي توقعاتي انا تمام طيب هي النهاردة عميت لنا فيديو جميل جدا وفاجأتنا بحاجة احنا كلنا اتفاجئنا بيها وانا برضو ما كنتش عارفها اتفاجئنا انها متطلقة تلت طلقات تلت طلقات يعني طلق مفوش رجوع طلق خلاص تلت طلقات لازم عشان الرجوع يتم لازم طبعا يكون فيه محلل ومحلل دوا اللي هو تعيش معاه فترة بنية الزواج وبنية الاستقرار والحياة الزوجية وكل حاجة لكن لو محصلش نصيم في الجوازة دي فبترجع بعد كده تطلق وبترجع ممكن لطلقها اللي طلقها تلت مرات لكن طبعا مدام هناء لا يمكن تعمل حاجة زي كده ولا يمكن ان هي تلجأ لحوار المحلل ولا الكلام ده لان خلاص الماضي كله انتهى بالنسبة لها صفحة وقفلتها لا يمكن ترجع تفتحها تحت اي بند من البنوت وشارعا هي متطلقة ثلاث مرات فمفيش رجوع خلاص كده يعني الناس الهبل اللي كانوا بيقولوا دي بتغيز مش عارف مين دي عايزة ترجع لمين دي هتموت على مين تلعي كلامك وبلح للمرة المليار برضو بلح وطرح ما كناش نعرف حوار ان هي متطلقة ثلاث طلقات ده دي كان مفاجأة لنا كلنا يعني دي بقي لكم ان الست دي برضو ما بتقولش اسرارها لأي حد يعني حياتها الخاصة ديا خلاص بيتخطة احمر بالنسبة لها ما بقيتش تتكلم ما بتقولش اسرارها لحد نهائي متطلقة ثلاث مرات يعني الموضوع انتهى وتقفل للأبد يعني مهما تعمل مهما تطلع مهما تقول هي لا بتستفزة حد ولا عندها امل في الرجوع لحد ولا هي عايزة ترجع لحد وصفحة وانطاوت للأبد طيب ايه يا رباب المفاجآت اللي هي قالت عليها ديا اللي هي مرتبطة بالصفر طيب احنا عندنا كذا كذا تفكير كده او كذا يعني كذا اقتراح او كذا يعني ايه زي ما بيقولوا ايه توقع كذا توقع طيب هي قبل كده قالت لنا انها عايزة تجي على مصر وتشتري فيلا هنا او تشتري مثلا شقة عن نيل او مش عارف ايه فهل دي يا رباب ممكن تكون المفاجآة ممكن ممكن محدش عارف طب هي يا رباب قالت لنا قبل كده انه ممكن يكون في دور في مسلسل رمضان مع محمد رمضان تفتكر يا رباب هي دي المفاجآة ممكن محدش عارف مش ممكن نلاقيها نجمة مسلسل محمد رمضان الجديد في رمضان اللي جاي ده رمضان جاي شهر ثلاثة تقريبا محدش عارف يمكن هتسافر تصور طب يا رباب احنا بنتوقع انه ممكن تكون حلقة مع مونة عراقي ده كان توقع ماما على فكرة انا بسألها قالت لي ممكن تكون حلقة مع مونة عراقي محدش عارف طب يا رباب ما تروحي تتواصلي مع مونة انت وتعرفي انا مش هقول معلومة غلوية طلعت قالتها على العام برضو حتى لو عندي مصادر تانية تمام ممكن يكون حلقة مع مونة الله اعلم طيب يعني دي التوقعات اللي خاصة مصر يا شقة يا فيلة يا هتستقر في مصر يا هتمثل مع محمد رمضان يا اما حلقة مع مونة عراقي محدش عارف التوقعات اللي خاصة مصر ايه هي طب يا رباب فيه توقعات تانية وهي الاقوى ايه هي انه ممكن تكون هتتجوز ده توقع وفيه ناس كتير جدا متوقع الموضوع ده خصوصا ان كان متقدم لها عريس قبل كده طب ما يمكن يا جماعة هتفتح مشروع مش يمكن هتسافر هتفتح مشروع ليه ما غدا كروه حناحة الجواز بس ميمكن فيه مشروع جديد هي هتفتتحه او بناتها بناتها هيعملوا مشروع جديد مثلا محدش عارف أو بس لا يعني لو حملي ياسمين أو كده مستبعت لأن هي قالت المفاجأة مرتبطة بالصفر فالصفر ده ممكن يكون فيه جواز ممكن يكون فيه شغل ممكن يكون فيه مشروع ممكن يكون فعلا بداية حياة جديدة هتستقر في دولة من الدول مثلا هتسيب فرنسا وهتستقر في أي دولة من الدول كل دي اقتراحات واحتمالات احنا ما احناش عارفينها يعني احنا كل ده اقتراحات وتوقعات بنفكر فيها طب يا جماعة برضو فيه عوامل لازم نحطها في اعتبارنا وإحنا بنفكر في كل التوقعات دي ياسمين وفيروز رايحين معاها ولا مش رايحين يعني لو راحوا معاها ممكن يكون الموضوع مرتبط بحاجة فيهم طب ايه تكونش فيروز هتتجوز احنا مش عارفين لغاية دلوقتي ايه هو التوقع اللي هيكون مزبوط وبعدين هي بتقول ان دي قرار مصيري قرار مصيري واخدت فيه رأيي البنات لان قالت لكم الاول انا كنت بمشي بدماغي وممكن انا اخذ القرار وانفزه واقول العيال دي عيال صغيرة مش فاهمين حاجة لكن انا بقيت اخذ رأيهم دايما فاي قرار مصيري انا هعمله بقيت اخذ رأيهم وبقيت احط رأيهم في الاعتبار واخدت رأيهم في الموضوع ده لان ده قرار مصيري واستخرت ربنا وانا لا يمكن اعمل قرار او يعني افكر في حاجة مصرية هتغير حياتي 360 درجة عشان خاطر اغيص حد الكلمة دي اتخذت على ان بس هو مشروع العريس الجديد ملهاش توقع تاني احنا مش عارفين يا جماعة يعني انا بقول لكم بامانة ليه هي يعني خلتها مفاجأة للكل للكل وحتى لو انا عارفاها برضو انا كده كده ما كنتش هقولها لكم لان انتو عارفين ان انا ما بقى نقلش حاجة خاصة انا يعني بحلل اللي معروض على العام لو هي ما طلعتش اتكلمت فيه فانا اكني ما عارفوش اصلا تمام لكن فعلا المفاجأات دي انا ما عارفش عنها حاجة لانها خلتها مفاجأة للكل تمام لكن مفاجأة السعودية انا قلتها لكم ليه لانها مش منها من مصادر تانية موسوق فيها جدا 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 وعرفتها ومتأكدة منها فقلتها لكم لكن منها هي لا تمام وموضوع جنسية العريس برضو اللي طلعته قلت عنه فمش منها برضو من مصادري تمام فهل هي بقى فعلا دخلة في حياة جديدة الاول انا قبل ما اتكلم عن الموضوع ده الف السلام عليك يا ملكة عندك برض زي حالاتنا كلنا تغيير الجو وده مني الف السلام عليك وعلى ميسي وجانو الكل عنده برض اليومين دول دخلين على فصل الشتة وكلنا يعني منضمرين الحمد لله ربنا يشفيك ويعافيك يا رب انت وميسي وجان تمام فهي كانت بتقول ان هي دخلة على حياة جديدة حياة جديدة هتغير حياتها لتلتمائة وستين درجة وهتبقى نقلة كبيرة جدا 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 في حياتها فيعني انا حتى افكر كده ايه ممكن نوعية النقلات اللي تبقى في حياة البني آدم واخدت والله رأي اللي حوالي يعني احمد قال لي اكيد مشروع جديد لان احمد طبعا دماغه كلها في الحسابات فبيقول لي اكيد مشروع جديد يعني البني آدم بتنقل نقلة في حياته لما بيبقى عنده مشروع داخل فيه او حاجة هتنقله هتغير الدنيا خالص بسأل ماما قالت لي اكيد برنامج بسأل نفس انا بقى حددت زي ما قلتلكم كده كذا اختيار ممكن تكون نوية هتسيب فرنسا وهتستقر في اي دولة من دول العالم ولغاية دلوقتي احنا مش عارفين هي تستقر فين ولا هتعمل ايه لانها قبل كده قالت ان هي عايزة تشتري فيلا في مصر وعايزة مش عارفة تروح فين يعني فيه كذا حاجة فيه ناس قالوا العمرة خلاص يا جماعة ممكن تكون ايه عملتها في الاسبوع اللي قعدت فيه في السعودية الله واعلم هنعرف برضو هي طلعان بكل حاجة لكن المفاجآت مرتبطة بالسفرية الجديدة ف ايه بقى الدنيا مش عارفين هل فعلا هيبقى فيه مشروع جواز وهنفرح كلنا ان شاء الله في حياتها الجديدة اللي هي داخلها واللي هي واضح ان هي مقبلة عليها جدا لان انا بقيت حاسة ان مدام هناء اللهم لك الف حمد و الف شكر نفسيتها تغيرت تلتمائة وستين درجة حسيت ان ايه خلاص طوت الماضي كله كله الصفحة القديمة كلها رميتها وورا دهرها ودي حاجة الحمد لله انها وصلت للمرحلة دي عشان تبتدي تشوف حياتها وتبتدي تشوف طريقها صحة وتبتدي يعني مرحلة سلام داخلي زي ما هي قالت عندها التسامح وسلام داخلي مع حتى اللي ازوها في حياتها قبل كده في ناس بتتوقع انها ممكن تكون رجعة لطلقها الاولاني ابو ياسمين وفيروز ومعتقدش الاقتراح ده لانهو متزود فيعني انا المستبعدة الاقتراح ده لكن الاقتراحات بقى التانية او التوقعات التانية هي دي اللي مطروحة يعني بنسبة اكبر هتعيش في بلد من البلدان ناوية تشتري فيلا جديدة الله اعلم بقى في انهي بلد يعني لسه مش عارفين دلوقتي ناوية انها تتجوز ناوية انها تفتح مشروع جديد فيه مشروع لبناتها فيه ايه بالضبط احنا لغاية دلوقتي لسه مش عارفين ويمكن فيه جواز فيروز الله اعلم يمكن ياسمين ومحمد ناوية يستقروا في بلد تانية وهي رايحة معاهم مثلا وهيشوف البلد التانية اوهيشوف المكان التاني فيه توقعات كتير جدا يعني دماغي رايحة في مليون اتجاه طبعا هي مش راضية تقول لنا التوقع ايه او الحاجة المزبوطة هتبقى بالزبط لانها عايزها مفاجأة للناس كلها خايف ان حد فينا يقع بلسانه بس والله ما كنا هنتكلم يعني احنا بس كنا هنتطمن عليك لكن احنا متطمنين عليك طالما انت اخدتي رأي بناتك وبناتك موافقين على الخطوة الجديدة اللي انت هتعملها في حياتك يبقى اكيد هي خطوة نجحة ما هم شايفين ان الخطوة اللي جاية ديا الخطوة المصرية ديا يعني ان شاء الله هتبقى نقلة تانية في حياتك وهتنزلي بها ترندات بتقول لي لا انا ممكن ما نزلت شاء الله واعلم ما يمكن الناس تشوف ان المفاجآت دي مفاجآت عادية او حاجة عادية بالنسبة له مش هنزل بها ترند محدش عارف احب بقول لك ان انت لو عدتي من قصاد الكاميرا هتطلع ترند لان الناس اولا بتحبك جدا 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 وليك شعبية جمدة جدا في قلوبهم لانهم بيعتبروك واحدة منهم بتعيطي بيعاتوا معاك بتفرح بيفرحوا معاك بتعملي اي حاجة هم معاك لان عارفين انت بطبيعتك بحفويتك كده ما بيتمثليش على كده هم الناس متعلقين بيك على كده زي ما انت كده حتى ما بتطلع تغني بعفوية وتقول لهم انا مش عارفة انا فرحانة للنهاردة بس هو كده من عندي يعني يعني بتتكلمي على طبيعتك فالناس حبينك كده لا عايزين منك حوارات ولا بتاع وانت اصلا لو حاولت تعملي عليهم حوارات مش هتعرفي لان انت انسانة صدقة من جواك فالصدق اللي جوه ده بيبان على وشك وبيبان على لسانك انت ما بتعرفيش حتى ان انت تكذب بيبان على ملامح وشك يعني ان حفظينك كويس واللي انت بعين فيديوهاتك بقالهم فترة طويلة على القناة عندك عارفين ملامح وشك لما بتتحكي لما بيكون زعلانة لما بيكون فيه حاجة واجعاك حفظينك فحتى مش هتعرف ان انت تمثل عليهم فانت تعرفت بكده بالمصدقية وانت هيقل ان ده سر نجاحك يعني انت حتى قلت قولي قبل كده وهعيده تاني انا معها سامحوني بس فعلا اكبر درس انا اخدته من الست ديا لما قلت لها لما جات عندنا فيه حاجة مدام هنقعدها تاني المشهد ده عايز عيده تاني قلتلي لأ اطلع بطبيعتك قصاد الناس اوعي تغيري حاجة مش هتطلع زي المرة الاوانية اللي هي الواقعية الصدق اللي طلع ده مش هتطلع تاني اوعي تعملي كده في حياتك ففعلا هي عمرها ما بتجذب على الناس ولا تعمل حوارات ولا الكلام من ده انا بس اللي مزع عني حاجة واحدة يعني لما بسمحها منها بتدايق لما بتقول انا مش هعيش قد اللي عشته انا منش في عشرين ولا تلاتين سنة عشان افكر ان انا غيص حد ولا كد حد انا عايزة عايزة حياتي جاية في سلام انا عايزة 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 مش عارفة ايه يعني انا انت بتتكلمي عن مين انت بتتكلمي عن نفسك انت بالنسبة ايقونة الطاقة الايجابية فيعني عشرين وتلاتين سنة اللي بتتكلمي فيه منذ الايه ما احنا حاسين فعلا ان انت عشرين وتلاتين سنة واقسم بالله ما مجاملة والله العظيم ما مجاملة سواء روحة من الداخل هي طبعا طلعا عنها وبينة جدا او بسم الله ما شاء الله المظهر الخارجي مش محتاج ان حد يتكلم فيه اصلا يعني الله اكبر عليها رشقتها وانقدها واعتناب نفسها الكلام ده مش محتاج ان حد يتكلم فيه اصلا فعشرين وتلاتين سنة ايه يعني ربنا يديك الصحة وطلط العمر ويا رب يا رب يا رب بتمنى ان انا لما اوصل في سنها يعني ان شاء الله باذن الله اكون زيها كده هي يعني بجد والله العظيم انا مش بجميلها ولا برافق ولا كلام من ده بس فعلا هي شابة بشكلها الخارجي وبروحها الداخلية فيعني هي جميلة يعني هي كلها كده على بعض جميلة روحها جميلة وشكلها جميل يعني بحس كده لما بتفرج عليها الله سندريلا طلع خفيفة في الحركة رشيقة معتنية بنفسها بحبها كلها على بعض فانا متأكدة ان شاء الله ان المفاجأة اللي جاية دي هتبقى مش بس درندات لا دي هتبقى براند ليه لان انت لما بتعملي الحاجة بتعمليها وانت فرحانة قوي فالفرحة دي بتوصل لنا احنا يعني احنا بناخد الطاقة دي منك انت فبنحس ان لا ده عندنا احنا الحاجة دي حصلت لنا احنا فبنبقى مبسوطين بها جدا لما بتزعلي بنبقى كلنا متنكدين وبيبقى ايام نكد علينا كلنا ليه حاسين قوي بواجعك بتطلع لنا وانت مؤهورة وانت زعلانة ففعلا بنحس يعني بالاحساس اللي انت فيه ما هواش تمثيل ولا كذب ولا كلام من ده فربنا يديم عليك حب الناس وكلنا في انتظار المفاجآت اللي جاية اللي هتغير حياتك 360 درجة ربنا يسطر ان شاء الله هتتغير للاحسن وانا متأكدة متأكدة من اختياراتك المرحلة اللي جاية ليه لان انت بقى عندك توازن بقى عندك سلام نفسي ما بقيتش تبصي وراكي ما بقيتش تاخد كل حاجة على اعصابك لا بقيت كده في مرحلة النطج زي ما بيقولوا طبعا انت كنت نطجة قبل كده بس كنت بتمشي بقلبك قوي قوي بقى يعني يعني كانت العواطف عندك هي اللي بمشي هيكة 360 درجة فالانسان يا جماعة ما بيتعلمش غير لما بيتوجع قوي غير لما بيمر التجارب يعني التجارب نقول عليها صعبة مش هنقول التجارب بتدمرنا نفسيا لكن بنقول عليها تجارب صعبة قوي ان حد يمر بيها فانا كنت متأكدة وما زلت ولا زال وان شاء الله متأكدة ان انت هتفضلي كده ست قوية لان انت زي ما قلت قبل كده ان انت ربتي بنتين لواحدك في الغربة فمش اي حد يعمل الكلام ده امرأة حديدية امرأة عندها ارادة من حديد فانا متأكدة ان شاء الله نحن هنشوفك قريب جدا في التلفزيون نجمة كبيرة ويعني يا ريت والله والله العظيم يا ريت تبقى احلى مفاجأة في رمضان ده باذن الله لو فعلا موضوع محمد رمضان او تمثيلك اصد محمد رمضان ده لان انت برضو ممثلة موجوبة بس ما بتعرفيش تتحكي عالناس انت بتعرفي تمثلي لو مشهد لكن تعملي حوارات وكذب الكلام ده مش موجود انت ممثلة فعلا موجوبة طبعا اللي خشيلي يكتبلي دلوقتي في الاكاونتات الفيك ايوة طبلي طبلي الحوالة الحوالة انا بقول لكم اهو قبل ما تكتبوا عشان ما تتعبوش ايديكو في الكتابة اه ايه اه الحوالة وصلت ايوة ايوة فانا متأكدة ان شاء الله ان انت هتعدل مراحل دي بكتير باذن الله وانك توصل المليون ده هيبى وليل عليكي لان ان شاء الله انا متأكدة ان قناتك دي هتوصل لفوق العشرة مليون كمان ليه فيها تنوع في كل حاجة يعني انا مبارح كده كنت صهرانا قاعدة بتفرج عن الفيديوهات القديمة اللي من سنتين قعدت والله العظيم عتحك ليه اه بشوف طلوع الست دي التضرق بتاعها كان عامل ازاي انا اتفرجت قبل كده على فيديوهات حند ووفاء اتفرجت على فيديوهات لناس كتير قنوات كبيرة اسراء المطبخ مع صبر مش عارف ايه بحب يا جماعة ان انا اخد خبرة من الناس الكبيرة بحب الاسامي الكبيرة دي ادور في بداياتهم واتفرج كانوا بيعملوا ايه وما بيعملوش ايه لقيت ان هي كانت طلعة بطبيعتها قوي ويعني بتطبخ بتطبخ خارجة بتعمل فيلوك مش عارفة بتحتفل بخمسميت مشترك بتحتفل بألف مشترك يعني عاشت معاكم كل مراحل حياتها يعني مخبتش عليكم حاجة ولحد فترة قريبة كانوا الناس بينصحوها جدا جدا انها تمسك لسانها وما تقولش اسرارها وما تقولش خطواتها لحد ويعني على ما اعتقد ان هي تغيرت 360 درجة وسمعت كلامكم لانها بتعتبركم اهلها يعني انتو لما بتقولولها اي ملحوظة هي ما بتعدهاش كده لا بتاخدها بعين الاعتبار وفعلا بتنفزها قلت لها بلاش تقولي اسرارك بلاش تقولي خطواتك بلاش تقولي انت هتعملي ايه وده اللي جنن اعداءها منها الفترة الاخيرة طب احنا مش لقيلها حاجة جديدة طب ايه هندور في نفس المواضيع الهابلة بتاعت زمان دي بقالها تلت سنين لغاية دلوقتي طب هنقولي ايه جديد دي حتى يعني ما بتدناش كده اي دو اخضر نمشي عليه طب احنا هنطلع نتبلع عليها بايه فمودتي اعدائك كلهم بزكائك بدماغك مشيتي في محتواكي نجحة ما بتفكريش ما ما بتفكريش ما بتبصيش وراكي مشيه في محتواكي اهم حاجة عندك تلاقي فكرة جناكحة اهم حاجة عندك حب الناس ليكي اهم حاجة عندك ان انت تاخدي بقى رقوب وتبسطيهم بالفيديو اللي طلع لهم فمودتي اعدائك يعني انت مودتيهم قهرا صراحة فيه ناس بقى بتنام تحلم بايكي نفسهم يبقى هجمة مختربة في فرنسا يعني نفسهم يبقى ربعك ومش عارفين طب معرفوش عملوا ايه طلعوا شتموكي طب بعد ما شتموكي ما تحدديش برضو معرفوش يهدوكي بالعكس انت حطتيهم تحت رجلك وعليتي زيادة فربنا يباركلك يا ملكة وملكة دي مش نفاق ولا كذب ولا اللي انا بجاملها بكلمة بجبر خطرة لا هي ملكة فعلا باخلاقها وبروحها وبجمالها وبكل حاجة في الدنيا هي ملكة فعلا وعفت تتربع ازاي على عرش اليوتيوب ولسه انا متوقعة ان شاء الله نقلة نوعية جديدة جدا ان شاء الله الايام اللي جاية دي مع المفاجآت اللي هتظهر واكتبوا لي رأيكم في التعليقات يا جماعة في توقعاتي دي كلها اللي انا قلتها هل فعلا انا اتوقع فيهم اللي هيصدق انا مش عارفة بس ده اقتراحاتي انا او توقعاتي انا ده اللي انا يعني من المشهد كده او من كلامها قدرت ان انا حلله ما عرفش ممكن يكون صح وممكن يكون غلط انا هستنى رأيكم في التعليقات واشوفك على خير في الفيديوهات اللي جاي السلام عليكم